وميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توسيع تدريباتها للقوات الأوكرانية في ألمانيا لتشمل حوالي 500 جندي أوكراني شهرياً دون الحاجة إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا نستمع إلى من قال Today, the Department of Defense is announcing that we will expand U.S.-led training for the Ukrainian armed forces to include joint maneuver and combined arms operations training while building upon the specialized equipment training that we're already providing to the Ukrainians. Combined arms maneuver training is a logical next step in our ongoing training efforts which began in 2014 to build the Ukrainian armed forces capacity. While there's an understandable focus on the equipment being provided to U.S.-led training is and has been essential to ensuring U.S.-led training has the skilled forces necessary to better defend themselves. هذا الأعلان الأمريكي أعاد إلى الأذهان حجم الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا للتصدي للضربات الروسية والذي جعل واشنطن أكثر دول الغرب مداً لكيف بالسلاح والعتاد والتدريب. بحسب البيانات الأمريكية الرسمية، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا قرابة 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ 24 فبراير 2022. هذه المساعدات شملت أكثر من 1600 نظام ستنجر المضاد للطائرات الذي تميز بقدرته على ضرب الهدف أو أي جزء منه من مسافات قريبة. إلى جانب ذلك، مدت واشنطن كيف بأكثر من 8500 صاروخ جافلين الذي حضي خلال الحرب بإشادات أمريكية وأوروبية لقدرته على منع موسكو من تحقيق نصر سريع في الأيام الأولى للحرب بحسب التقارير. قائمة المساعدات شملت أيضاً أكثر من 46 ألفاً من الأنظمة الأخرى المضادة للدروع والذخيرة فضلاً عن قرابة 700 طائرة مسيرة من طراز سويتش بليت التي تعرف بقدرتها على حمل صواريخ موجهة متطورة ترصد الأهداف بدقة. في القائمة كذلك، أكثر من 150 مدفع هاوزر عيار 155 ملي متر وما يزيد على مليون طلقة مدفعية عيار 155 ملي متر. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميراش غازي.